انتشرت صورة الطفلة اللبنانية ياسمين نصار كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي حيث أصبحت رمزا للبراءة المفقودة بعد أن قتلت في الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة في منطقتين صورة وصيدة بجنوب لبنان قبل أن تسلب الحياة كتبت ياسمين رسالة مؤثرة تعبر فيها عن أملها في البقاء مع عائلتها في ظل ظروف الحرب القاسية التي اجتاحت منطقتها أمنيتي أن أبقى بخير أنا وعائلتي في الحرب كلمات بسيطة لكنها تحمل في طياتها آلام الخوف والرعب من أصوات الانفجارات وقصف المنازل انتشرت صور ياسمين ورسالتها عبر مواقع التواصل مما أثار موجة من الغضب والتعاطف في العالمين العربي والدولي تأثر المتابعون برسالتها الإنسانية وتساءلوا بقلوب مثقلة هل ستوقظ هذه الكلمات ضمائر المسؤولين وتدفعهم إلى التحرك لوقف هذه الحرب المدمرة التي تمتد من قطاع غزة إلى جنوب لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر